أحب أبدأ مع حضرتك من تصوف المسلمين عموماً بشكل عام وتصوف المصريين وما يزيد عليه في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد كل عام وأنتم بخير وأشكر لكم هذا الطرح الذي أرى أن الحديث عنه في هذه الآونة من أوجب الواجبات بل هو ضرورة لا يمكن الانفكاك عنها أو غض الترف عنها خصوصاً وأن الحديث عن التصوف حديث دقيق وخطير أما عن سبب دقته فلكونه يتعلق بأعمال القلوب وكما تعلمون فإن قضية القلوب مردها إلى الله تبارك وتعالى